اشتركوا في القناة ويجئت هذه الحملة بالعقوبات ضده وفي حديث لصحيفة لغيان رجوغ حض باسيل القضاء على مواصلة تحقيق في جريمة تفجير المرفأ حتى انجازه نهائيا منتقدا سعي افريقاء الى خلق مناخ سياسي وطائف بغية اجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين معتبرا انه ثم تنوعا من التعصف والاستنسابية في الادعاءات القضائية الاخيرة الصادرة عن القاضي فادي صوان واكد باسيل انه ضد الماسي بالمطلق بمقام رئاسة الحكومة غير ان الدفاع عن المقام لا يكون بالتجيش المذهبي وشدد على اهمية انجاز التطقيق الجنائي ومكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين لافتا الى ان الاولوية راهنا هي لخلاص لبنان ولتشكيل حكومة ولمعالجة مشاكل اللبنانيين ونفى باسيل الكلام عن طلبه الحصول على ثلث المعطل مشيرا الى ان تيار الوطني الحر لم يقرر الى اليوم المشاركة في الحكومة من عدمها او حتى تأييدها واكد ان التفاهم مع حزب الله حمى لبنان وعن انتهامه بشن حرب على رئيس مجلس النواب نبي بري وحشر حزب الله اجاب لا اخوض اي حرب ضد الرئيس بري بل على العكس اطمح الى علاقة مستقرة معه بفعل موقعه وما يمثله على المستوى الشعبي وعن علاقته مع الرئيس الحريري قال انها علاقة حب وانتقام الحب من جانبي والانتقام من جانبه اكد رئيس مجلس النواب نبي بري لصحيفة الجمهورية ان الوضع ليس مريحا على الاطلاق فقد دخلنا في النفق ولا اعرف كيف سنخرج منه ورأى بري اننا لقد اصبحنا في حال يرثى لها والوضع الحكومي مسدود بالكامل اما لماذا هذا الانسداد فبالتأكيد ان الجواب هو لدى رئيس الجمهورية ورئيس المكلف وان شاء الله يتمكن الرئيس الفرنسي ايمانوان ماكرون ما ان يفعل شيئا في زيارته المقبلة وما علينا سوى ان ننتظر مشددا على ان الوضع الذي وصلنا اليه بموجب الاسرع في تشكيل الحكومة هذا واكدت اوساط لصحيفة الجمهورية ان رئيس الحكومة حكومة تصريف الاعمال حسان الدياب لا يعتبر نفسه معنيا باي محاولة لخلق الدستور وليس في وارد السماح بالمساس او الانتقاص من موقع رئاسة مجلس الوزراء وهبتها وكرامتها وبالتالي هو ليس معنيا باي استدعاءات ولا باي كلام يصدر عن اي موقع ولفتت المصادر الى اننا سبقا وابلغنا من يعنيهم الانبر بان الدياب هو رجل مؤسسات يحترم القانون والدستور المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ارتكب خرقا صارخا للدستور بحسب ما جاء على لسان هذه المصادر للصحيفة ولا كلام لدى دياب زيادة على ذلك ونقطة على السطر لهذا نأتي الى ختام مجاز العاشرة نعود الى الزميلة ميراي لمتابعة يوم جديد